هي التجارب هتتعمل لوحدها ولا إيه؟ مش المفيد تقول لي لها نعمل أنا عاملها حاضر يلا يلا أقوليه بس لولا هتعمل إيه الأول قبل ما تقومي أول حاجة هنأعملها نخلي لا أعرف بوحيات النبي لا هنخلي اللي هي بتفوري لفوق دي بعدين التجربة دي بقى ورعا إيه بالصالة عن النبي دي التجربة هيسمها أوليها أوليها لي بتشلها بالفرنسية وأنا عاف معايا كل اللغات ما بيفرقش دي اسمها جميل جميل طبعا كل الناس اللي بتفورك فاهمة يلا فضال يورينا هتعمل إيه؟ ناخد إزائزة فاضية ناخد إزائزة بعدين هناخد زيت زيت ماشي هتفتكر ماشي بس إن أنا هعمل لأكل لا أنا مش هتعمل لأكل زيت ماشي نخطي شفاية زيت لك إحنا هنحط بضعة من الزيت بضعة من الزيت حجمه قدي إيه أنا؟ ده؟ أه الزيت اللي هنحطه لأ ما احنا مش هنحط كله أي أنا هنحط زيت قدي إيه؟ ممكن مثلا نحط اللويت هنحط نصف كوباية زيت نصف خلي بالك من الكلام الدقيق نصف نصف كوباية زيت الزيت اللي احنا بنعمل به الأكل والماشي ميلو والمكرونا لل evil اللقمة هو مش زيت اللي درة ده زيت التاجاب عنها هتجب زيت تكارب من عبما لأ ما فيه زيت تكارب ما يكونش زيت اللي هو درة أي زيت recepass اوه asa هاته ها هم اكبر زيت نصف كباية نصف كباية المأدير نصف كباية زيت وتستني لحد لما أنا عرف بأيتي المأدير وهاقول لك والله ما تقلل طب أه ها حط أه لو أقولك أنا ها حت الله أكبر علي لا أه بسم الله الرحمن الرحيم شكرا صورني يا محمد وانا بحط الزيت يا محمد لحد ما تقولي بس يا لها وذا انت عايزة نصف السلطنية أعادي 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 بحد لما أداية توجعني وخلاص بص بقى يا محمد أنت هتجيب إزازة فاضية وتحط فيها لأمي ما لو هتعملوا التجربتين هتحتاجوا إزازتين كنا فاضين هتجيب إزازة زيت اللي هو مش الدرة لما تروح لعمه هتقوله كده ممكن مثلا تحية مصر مثلا تمام شجع منتجات بلدك يا محمد كويس واتجيب واحد يتقدر يمسك إزازة الزيت مع العلم لو كتتفتحت كتنزلت بسرعة إنما إزاي لازم أن نتعب بركاتك وإلى نجم العالم كويس يا بنتي طب مكتوسعت لفتحة ما عليهم طيب المهم يا حبيب قلبي المقادير بتاعتك هتجيب نص كباية زيت تفضيها لكباية قولي يا فانت هنأخذ نص كباية زيت زي ما الأستاذ نجم مصر نجم مصر إيه وهنحط شوية مياه صغير واللي كفايا عشان إيه دي وجه كفايا 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 هنحط شوية مياه نوريكو المياه هتقلت بديه عشان أمريكو آه طبعا لازم أن نقفلها بقا طبعا لما أجيب زيت الزيت عشان دي بفلوس يا حبيبي مش بورقة عنب يعني أنت هدافع فيها فلوس لما تخلاص هتقفلها طب فين الغطر معرفش مش مهمة تقفلها هشالها على جب بقنا نصر ايه حط ماشي انت هجيب الزيت هتحطها ايه 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 هانا انا مش مرتاح لك يا دكتور ليه يعني طب والمقادر بتاعت المياه قد ايه هو نقطتين ثلاثة وهتحط 17 معلقة مياه لا بص 17 ما ليه بص بص هنوريه بص همعلم انت هتملأ الإزازة كده وتروح واخد منها الحبة دول شوف انت بقى عندك من نسبة لك الحبة دول بص عايدين من تحت المياه تكون المياه تنزل تحت يعني مياه لتر يعني لتر لتر مياه ماشي ايه وتشيل الميا برضو جنب إزاز الزيت عشان انت هتحتاجهم تاني وما اللي هتتمنزر على أصحابك ازاي وتقولهم انك مخترع ما لازم انتشيل حاجتك وموداتك ومعنا الوان طعم الوان ايه يا بشا طعم قلتلك ما لازم حاجة فيها أكل زيت وميا كله ليه علاقة بالأكل والوان طعم مياه مش هتنفغر بالحاجة دي ماشي يا ست تطر بس يبقى قوليه عشان أجري انا اعمل لعبة مش دي اللي بتفور اللي فور مياه بس عارفين عشان أجري انا اعمل الأحمر بقى انت اللون ده غالي بس 18 جنيه فخلي بالك والسويتر برضو غالي فأنا اعرفك هلحط عشر نقاط عشر نقاط انت طيبة قوي يا ست حط نص الازازة خلي ربنا يا كرمنا انت بتعدم جد حلاوة ثلاثة ربعة خمسة سنة يا حلاوة بص يا محمد هتجيب بقى الوان الطعام مع الزيت مع المياه في الازازة خلاص كده خلاص طب ده ايه ده الوان الطعام والله ماشي بس ده من يكون غيمة ازرق او احمر الوان الطعام الوان الطعام او اغضر ماشي اه احنا هنحط بقى ده فيتاسيد اه فيتامين دال فوار مش فيتامين دال اه مش فيتافين دال انت هجيب فوار بيفور فيتاسيد جيبوا اللي ده ده ماشي يا ست خلاص انت هتعملي لهم دعاية انا مش فاهم ايه لا انت متزعليش بقى عشان اجيبت تجروه خليه استعد لالجاري يا محمد ولا لسه لا مش ديه مش ديلي فيها جاري لا ماشي تطبر يا السرعة يا رب انكسر الفيتاسيد مفعش اكل حتة طيب اه 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 متجاج جواعيني ليه اللي نهارض هنحط هنكسرهم لأربعة حتة او تمانية زي ما تحب على حسب لا هي قرس واحدة عنكسرها أربعة 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 وانحط الفيتاسيد طب محمد كده هيتوه مننا يا محمد بعدين احنا استنى بس نفاهم هبه الله أكبر التجربة بتعمل لا استنى التجربة بتعمل الله أكبر مصر استresser مصر ألوان ألوان ورا الكاميرا شايفين بنت مصر دي دي بنت مين دي بنت مصر وده مين ده مصري العمل الاختراع ده الله أكبر أهي أهي بترقص لوحده بابل زي قولونها أحمر فاكرة كمان أهو أهو قولي يا بنتي قولي لونها أحمر قولي يا بنت مصر خلاص بي إيه بس كانت تجربة خلصت أي معناها من بقى تجربة ثانية إيه ده؟ إيه بنت مصر لا إحنا مش كل عاجات كده آه يعني هي دي كده التجربة أيوة بابل زي قولي بص يا محمد بص يا محمد أهي أهي كلفتنا كم دي؟ كلفتنا كم تقريباً؟ لأ ما بعشرة جنيه هتبصت ابنك أو هتبصت عيالك أهو اختراعه أعلموا أولادكم الاختراعات أهو أهو لا ما أنت ما ترجعش بقى هتنفجر ولا إيه؟ لا لا ما أنت رجعتها ما بيش بابل زي أهو شايفين؟ ده حبة صغيرة الكاميرا شايفة؟ شايفين بنت ماصر وابن ماصر؟